التشتت السياسي وحالة لا وفاق القى بضلالها السلبية على مفاصل الحياة في العراق والضحية هو المواطن الذي يصارع الأزمات العملية السياسية بدأت ضبابية لدى شارع الكربلاء وسيما شارع العراق بصورة عامة هناك تخبطات كبيرة في اتخاذ القرارات السياسية على زعامة الكتل التفاهم والخلاص بتسمية رئيس جمهورية ورئيس وزراء للخلاص من هذا الفراغ الدستوري الذي يشهده العراق يعني الضحية الوحيدة والمتضر الوحيد والمواطن العراق الذي يصارع الأزمات نتيجة القرارات السياسية الخاطعة إلى متى يبقون بصراعاتهم السياسية اليوم تيرحمون الشعب إذا البتيته لحد الآن هسا اليوم الكيلو البتيته بألفين جينار الكيلو البتنجان طبعا بألفين الأربع إلى متى يبقون بكراسيهم واليوم واليوم تشكل حكومة وباتر لحد هاي الساعة لا حكومة مشكلة ولا يعرفون المواطن ايش عنده ما عنده مراقبون للشأن السياسي أجمعوا على أن خروج العملية السياسية من عقل زجاجة هو الإصطفاف الوطني وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة من خلال تشكيل حكومة وطنية تحقق أماني وطموحات المواطن البسيط حقيقة التجاذبات السياسية حالة سلبية ستؤثر على المواطنين ما نتمنى هو أن يكون هناك حس وطني داخل العملية السياسية تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والفئوية التجاذبات السياسية الآن التي تحدث على الساحة السياسية العراقية هي أصلا حتى تشوه النظام العام في البلد النظام الديمقراطي بالبلد تذهب بجهد الذين ساهموا في عملية نجاح الديمقراطية في البلد وبالتالي فإنه ما حصلنا عليه من النتائج علينا أن نتقبل بعضنا البعض وأن نغلب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية وأن نذهب باتجاه الوحدة الوطنية وأن نشكل حكومة وطنية لإختار أشخاص لديهم مقبولية عند المجتمع تأخر تشكيل الحكومة وحالة اللاستقرار التي تشهدها العملية السياسية ساهموا بشكل كبير في تعطيل إقرار الكثير من القوانين المهمة ومنها الموازنة التي تعد الشريان الأساسي في عملية التنمية من كربلاء حسن هادي دجلة الفضائية